انشاء حساب الاتسينس حساب الاتسينس هو المرحلة الاولى للربح من قناتك بعدما تحقق القناة الشروط تنشئ حساب الاتسينس وبعدها يتم ربط الحساب بالقناة وتقديمها للمراجعة بعد قبول القناة يبدأ الربح يتفاعل على القناة وان شاء الله جميع هذه الاشياء سنتحدث عنها في فيديوات قادمة بشكل تدريجي خطوة بخطوة فحساب الاتسينس هو المرحلة الاولى الان سننشئ حساب ااتسينس وبعد ان يكتمل تحقيق الشروط في قناتنا نقوم بعمل فيديو عن ربط الحساب بالقناة وتقديمها للمراجعة لانه لا يمكنك ربط الحساب بالقناة الا بعد تحقيق الشروط لكن قبل ان نبدأ في الشرح يوجد بعض الاشياء لابد لك من معرفتها قبل انشاء حساب الاتسينس اولا يجب ان يكون العمر 18 عام فما فوق حتى تتمكن من انشاء حساب الاتسينس فان كان عمرك اقل من 18 عام ابدأ الان في انشاء القناة وعندما تقترب القناة من تحقيق الشروط تقوم بانشاء حساب ااتسينس باسم اي احد من افراد العائلة او الاقارب والامر الاخر كل شخص لا يحق له ان يمتلك الا حساب ااتسينس واحد فقط فقم بكتابة المعلومات بشكل الصحيح لكي يتم قبول الحساب بدون اي مشاكل لانه ان لم يتم قبول الحساب وتريد انشاء حساب مرة اخرى بنفس المعلومات ستواجه مشاكل كثيرة فكل شخص لا يحق له ان يمتلك الا حساب ااتسينس واحد فقط توقيت انشاء حساب الاتسينس لا تتسرع ابدا في انشاء حساب الاتسينس ان كنت في بداية مشوارك على يوتيوب فالافضل عندما تقترب القناة من تحقيق الشروط تنشئ الحساب مثلا قناتنا اقتربت من تحقيق الشروط وبقيت ساعات قليلة لتحقيق شرط الساعات الان سننشئ الحساب لانه ان مر على انشاء الحساب اكثر من ستة اشهر ولم يتم ربطه بالقناة وبقية غير نشط يتم اغلاقه بسبب عدم النشاط فلا تتسرع ابدا في انشاء الحساب والافضل لك ان تنشئ الحساب عندما تقترب القناة من تحقيق الشروط هل إنشاء حساب الاتسينس يجب أن يكون بنفس حساب الجيميل المرتبط بالقناة؟ ليس من الضرورة أن يكون حساب الاتسينس بنفس حساب الجيميل المرتبط بالقناة يمكنك إنشاء حساب ااتسينس بجيميل منفصل أو بحساب جيميل القناة على حسب ما تريد لكن أنا في هذا الفيديو سأنشي حساب ااتسينس بجيميل منفصل عن جيميل القناة الآن لنتقل إلى إنشاء الحساب أولا وكما كنا نتكلم قبل قليل يمكنك إنشاء حساب AdSense إما بحساب Gmail القناة أو بحساب Gmail مفصل لكن يوجد ملاحظة مهمة المعلومات التي ستكتبها في حساب AdSense يجب أن تكون مطابقة 100% للمعلومات الموجودة في حساب Gmail لتجنب تعليق حساب AdSense مع مرور الأيام ولتجنب أي مشكلة عند إثبات الهوية وبالأخص القنوات في سوريا من يقوم بإنشاء حساب AdSense باسم أحد أقاربه في خارج سوريا يجب أن تكون معلومات حساب Gmail مطابقة لمعلومات حساب AdSense لكي تنشئ الحساب بالشكل الصحيح ولا تواجه أي مشاكل في الأيام القادمة لذلك الآن سننشئ في البداية حساب Gmail وبعدها سنبدأ في إنشاء حساب AdSense أولا نكتب في محرك البحث إنشاء حساب Gmail نضغط على أول نتيجة بحث تظهر لدينا نضغط على إنشاء حساب إن ظهرت لك الحسابات الموجودة في الجهاز تضغط على إضافة حساب إلى الجهاز الآن نضغط على إنشاء حساب نختار حساب لنفسي نكتب الإسم وإسم العائلة هل نكتب المعلومات في الجيميل باللغة العربية أم بلغة أخرى؟ اللغة على حسب البطاقة الشخصية التي ستنشي حساب AdSense من خلالها إن كنت مقيم في دولة عربية فستكون معلوماتك باللغة العربية على البطاقة الشخصية وإن كنت مقيم في دولة أوروبية فستكون معلوماتك على البطاقة الشخصية بلغة الدولة المقيم بها فعلى حسب لغة البطاقة الشخصية ستكتب المعلومات إن كان في حساب الجيميل أو في حساب AdSense الآن نكتب المواليد والشهر والمعلومات وأيضا كما هي موجودة في البطاقة الشخصية الآن على حسب المعلومات التي أدخلناها يعطينا خيارات لاختيار عنوان الجيميل إما أن نحدد عنوان الجيميل من الخيارات الموجودة أو نضغط على إنشاء عنوان جيميل نكتب حساب الجيميل نختار كلمة المرور ونضغط على التالي الآن إذا أردت إضافة رقم هاتف تكتبه من هنا إن كنت لا تريد الآن كتابة الرقم تضغط على تخطي نوافق على الخصوصية والبنوت كالعادة دون أن نقرأ أي حرف منها لأننا أساسا إن لم نوافق عليها لا يتم إنشاء حساب الجيميل نوافق ونكون قد انتهينا من إنشاء حساب الجيميل الآن لنبدأ في إنشاء حساب الأدسينس في البداية سننشئ حساب آدموب نبحث عن آدموب ما علاقة آدموب بحساب الأدسينس؟ حساب الأدموب يعتبر كخطوة أو وصيلة لتسهيل عملية قبول حساب الأدسينس دون أي مشاكل أو تأخير في قبول الحساب وبعد الانتهاء من إنشاء حساب الأدسينس لا يبقى لحساب الأدسينس أي أهمية الآن لنختار أول عملية بحس نضغط على إبدأ هنا يطلب منا إثبات الهوية نضغط على التالي نكتب كلمة المرور يتم تحويلنا إلى آدموب الآن بالنسبة للبلد والأقليم تختار البلد المقيم بها أما المنطقة الزمنية تختار أول خيار يظهر لديك في الأعلى نوافق على الشروط والأحكام ونضغط على إنشاء حساب آدموب نحدد نعم على جميع الخيارات ونضغط على إثبات ملكية حسابك لإثبات ملكية الحساب نضع أولا نداء البلد وبعدها نكتب رقم الهاتف ونختار رسالة نصية قصيرة لكي يصلنا الكود برسالة قصيرة ونضغط على متابعة نكتب الكود ونضغط على تحقق تم إثبات ملكية الحساب نضغط على متابعة الآن انتهينا من إنشاء حساب آدموب نبحث عن آدسينس نضغط على تسديل الدخول جوجل آدسينس نكتب حساب الديميل الذي سننشئ به حساب آدسينس هنا سنكتب معلومات الحساب أولا الحساب يبقى فردي أما الاسم نكتب الاسم واسم العائلة كما تكلمنا بلغة البطاقة الشخصية المعلومات في هذا الحساب ستكون باللغة الإنجليزية أنت ستكتب معلوماتك بلغة بطاقتك الشخصية أما بالنسبة للعنوان الأول نكتب الدولة وبعدها نكتب المحافظة أو المقاطعة وبعدها نكتب المدينة بشكل تدريجي من الأكبر إلى الأصغر أما العنوان الثاني نكتب أولا رقم الشارع أو في بعض الدول تكون الشوارع لها أسماء وليس أرقام فنكتب في العنوان الثاني رقم أو اسم الشارع ورقم أو عنوان المنزل إن تواجد وإلى جانب العنوان تكتب رقم الهاتف الخاص بك كتابة رقم الهاتف في العنوان ساعدت الكثير من الأشخاص من وصول البين كود بشكل أسرع لأن هذا العنوان سيظهر لموظف البريد وسيظهر معه رقم الهاتف ويساعده رقم الهاتف من الاتصال بصاحب العنوان ومعرفة عنوانه بشكل أسرع وتوصيل البين كود أما بالنسبة للرمز البريدي الرمز البريدي يمكنك الحصول عليه من خلال البحث في جوجل تكتب ما هو الرمز البريدي للمدينة التي تسكنها ويمكنك أن تحصل عليه تقوم بنسخه وتضعه هنا في قسم الرمز البريدي أما الناحية الناحية ربما لا تظهر في جميع الحسابات لكن إن ظهرت لك تكتب المدينة التي تسكنها أو المقيم بها لأنه لا يمكنك أن تبقي قسم الناحية فارغ أما المحافظة أو المقاطعة تختار المحافظة التي قمت بكتابتها في العنوان الأول أما بالنسبة لرقم الهاتف الرقم ليس إجباري يمكنك عدم كتابته هذه جميع المعلومات التي يطلبها الاتسينس سأكتب المعلومات الخاصة بي لكي نرسل المعلومات الآن نضغط على إرسال وهكذا نكون قد انتهينا من إنشاء حساب الاتسينس لكن كيف أعرف أنه تم قبول الحساب لكي أربطه بالقناة وكما يستغرق عادة حتى يصل الرد يستغرق من حوالي 10 ساعات إلى 24 ساعة لكن إن زاد عن هذه المدة ليس هناك مشكلة سنعود إن شاء الله بعد وصول الرد من أدسينس وبعد مرور تقريبا 10 ساعات تم وصول رد قبول الحساب ورسالة القبول هي حسابك جاهز للإستخدام تم تحقق للتو من صحة معلوماتك عندما تصيلك هذه الرسالة يكون تم قبول وتفعيل الحساب ويمكنك ربطه بالقناة طبعا تصيلك رسائل عند إنشاء حساب الاتسينس لكن ليس لها علاقة بقبول أو رفض الحساب الآن بقي تحقيق شرط الساعات في قناتنا وإن شاء الله عندما نحقق شرط الساعات سنشرح كيفية ربط الحساب بالقناة وتقديمها للمراجعة والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة بالتوفيق للجميع